مرحبا أوروبا وأمريكا إصابة خطيرة أغرب هدف عملية سطو مسلح حالة طوارئ بملاعب يورو 2024 فيضانات وأمطار غزيرة والخبر السار ما في خسائر بشرية ملاعب ألمانيا تحولت لبرك سباحة وشللات مياه من السقف ومن كل النواحي تصريف المياه بطرق بداية تهديد بالانسحاب السياسي عم تقطحي مباريات كرة القدم العنف مستمر على واتيرة أعلى احتجاز مججعين ببرلين بشكل عام فشل تنظيم لألمانيا وجرس الإنزار عم بدأ ليونيل ميسي من كوكب آخر مدرب الأنجنتين منزعي جرغم الانتصار الافتتاحي ومدرب كندا عم بيطالب بمعاقبة بطل العالم 2022 المنافسة مستمرة والمواجهات على أعلى مستوى ويلا نتوقع سوا كل هالعنوين وغيرها منتابعة بحلقة حوار الكرة البرنامج اللي بيستمر معكم طيل الكأس أوروبا وكوبا أمريكا يبدو أن منتخبات يورو 2024 أعلنت حالة طوارئ ولكن تحت الأطواء بسبب سوق أرضية بعض الملاعب وتحديدا ملعب فرانكفورت بسبب هطول أمطار استمرت لأيام الأمر اللي دفع الاتحاد الأوروبي لأصدار بيان حاسيم الطايرة قطع من العشب أثناء ركل الكرة خلال مباراة إنجلترا والدنمارك وانزلاء العديد من اللاعبين على العشب حتى أنه لاعب الأسود تلاتي ووكر كاد يتعرض لإصابة قوية وقال الاتحاد القارئ أنه وضعت خطة لصيانة مفصلة لمعالجة مشكلات محددة ومواصلة التحسين قبل المباريات المقبلة بوقت سابق بهامبورغ ما تمكنت بولندا وهولندا من التدريب بالملعب قبل المباراة الافتتاحية لألوم بالبطولة شلالات المياه تساقطت على رؤوس الجماهير وانشغل العمال بتصريف المياه من أرضية الملعب بطريقة بداية واللي منستخدمها عنا بالمنازل نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكن تأد التنظيم الألماني وقال خلال مونديال قطر وضع لعبي ألمانيا إيديهم على أفواههم ونحن اليوم نوضع أيدينا على عيوننا والتنظيم ببطولة اليورو السيء وفيه كتير من المشاكل الأهم من كلها الأمور أنه ما فيه خسائر بشرية حتى اليوم فوضى من نوع آخر بتشهدها بعض المدن الألمانية وأبرزها حينما انتظر عشرات الألاف من الجماهير ساعات ليستقبلوا القطارات ووصل الأمر حد أن القطار بيوصل مرة واحدة كل 20 دقيقة لأكتر من 45 ألف شخص خلينا نروح إلى مكان أكتر حسيسية وأسوأ لحظة بالرياضة عموما وكرة القدم بشكل خاص السياسة تقتحم يورو 2024 شو القصة؟ هدد الاتحاد الصربي لكرة القدم بنسحاب المنتخب من كأس أوروبا بسبب هتافات عدائية خلال المباراة بين ألبانيا وكرواتيا الأمين العام للاتحاد الصربي أكد أن بلاده طالبت باتخاذ إجراءات من الاتحاد الأوروبي بشأن الهتافات لردد خلال المباراة بين المنتخبين ألبانيا والكرواتيا وأبرزها هتاف بطالب بقتل الصرب وأضاف أن الاتحاد الصربي بيطالب نظيره الأوروبي بفرض عقوبات حتى لو كان هذا الأمر يعني عدم الاستمرار بالبطولة وتعدل علاقات بين صربيا من جهة وألبانيا وكرواتيا من جهتين متوترة منذ عقود مستمرين مع العنف والتوتر أعلنت شرطة بيرلين إلقاء القبض على عدة أشخاص بعد مشاجرة شارك فيها مشجعين معظمهم بولنديين بالعاصمة الألمانية وقالت الشرطة أن استدعت إلى مسرح الحادث بعد وقوع مناوشات بين المشجعين ومشرفي المباراة حتى وصل الأمر الرشق المشجعين الشرطة بزجاجات والحجارة الشرطة استخدمت القوى البدنية والعصي واعتقلوا عدة أشخاص فكركم خلصنا عنوف؟ أكيد لا تعرض أسطورة كرة القدم الإيطالية روبيرتو بادجيو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بأوروبا عام 1993 لإصابة براسه خلال السطو على منزله من قبل عصابة أثناء مشاهدته وعائلته مباراة منتخب بلاده مع نظيره الإسباني مجموعة من خمس مسلحين سططت على فيلا نجم جوفنتوس وميلان وبولونيا وإنتر السابي وعند محاول ابن السبعة وخمسين سنة المقاومة تعرض للضرب بالمسدس ليصاب بجرح ميء براسه وحبس روبيرتو وعائلته بغرفة لمدة 40 دقيقة بينما تعرض منزله للنهب وبعد مغادرة اللصوص مكن وصيف بطل مونديال 1994 من كسر الباب والاتصال بالشرطة أغرب هدف بكرة القدم شهدته مباراة البرتغال وتركيا تركيا أهدت منافسته هدف بعد سوق تواصل بين المدافع والحارس اللي تقدم من مرميه للحصول على تمريره من زميله إلا أنه الأول ملتفت لخروج الحارس من المرمى بالسبب غياب التواصل بينتهم فلعب تمريره خاطئة تجهت نحو المرمى أما الحدث الأبرز فكان نقل المهاجم المجري بارناباس فارغا على نقالة بعد تعرضه لسقطه عنيفي خلال مباراة المجر أمام سكوتلندا سقط اللاعب البالغ 29 سنة بعنف على مؤخرة رقبته وتدخل زملائه لمساعدته بعد ما كان غير قادر على التحرك وتدخل الطائم الطبي أيضا لإسعافه وإجلاقه من الملعب وسط تصفيق الجماهير واللعبين لتأثروا بما حصل وهلأ صار وقت تنتقل جولتنا إلى القارة الأمريكية انفرد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أفضل لاعب بالعالم 8 مرات بالرقم القياسي لعدد المباريات بكوبا أمريكا بواقع 35 مشاركة طبعا هيدا المهم بالنسبة لمسي ورفاؤه أما المدير الفني للمنتخب ليونيل سكالوني فرفع الصوت بوجه أرضية الملعب وعبر عن انزعاجه على الرغم من الفوز على كندا وقال بهيد المباراة واجهنا الخصم وأرضية الملعب لم يكن هيدا الأمر مناسب لتقديم عرض جيد تعين علينا اللعب بطريقة مختلفة والأهم أنه فزنا أما حارس التانجو إيميليانو مارتينيز فوصف أرضية الملعب بالكارثية وشدد على أن كوبا أمريكا بتبقى أضعف بالمستوى من كأس أوروبا بحال بقية هيك الأمور أما مدرب كندا جيسي مارش فصرح أنه يتعين فرض غرامة مالية على منتخب الأرجنتين والسبب أنه الأخير تأخرت عودت لعبي من غرف الملابس لخوض الشوت التاني وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس متأخر بفارق 5 دقايق تقريبا عن نظيره الكندا وأكد المدرب لو كنا تأخرنا 5 دقايق لا فرضت علينا غرامة ولكنت هناك مشكلة كبيرة بفقرة ضيفنا لليوم بيسعدنا أنه نستضيف لاعب شباب الوزداد الدولي الجزائري السابق هشام خلف الله أهلا وسهلا فيك كابتن شكرا على الاستدعاء وتشرف أنا كمان كابتن خلينا ننطلق بشكل سريع انت أدات كبيرة على التنظيم عم نشوف أداء فني رائع بذات الوقت أنت برأيك كيف شايف مستوى البطولي بشكل عام والله أنا نشوف مستوى أوروبا كتير عالي لأنه دوري أوروبي بتكون فيه لاعبين كتير مناح وكمان الفرق مع البلدان لها لاعبين يلاعبوا في المستوى عالي عشان هيك بتشوف مستوى كتير عالي ومنتخبات كتير قوية بالنسبة للمنتخب الألماني بما أن المنتخب الألماني هو صاحب الأرض خلينا نبلش من عنده المنتخب الألماني أول مبارتين كان عم بيظهر بأداء ممتاز فينا نعتبر ولكن بالمباراة الثالثة أمام السويسرا كان عنده مشاكل كتير عم بتكون خصوصا بخط الوسط ما بعف إذا بتوافقني أنا موافقك الرائع عشان في أوروبا المنتخبات في أول مبارايات يعني فيه منتخبات بتدخل قوية للدورة وفيه منتخبات في المبارايات الثانية وتلتا يعني بتحكم الريتم بتاع المبارايات عشان هيك تلقى صعوبات في أوروبا وكمان قلت لي ألمانيا ألمانيا يعني هو مرشح الأول لأخذ البطولة بس هناك فرقة راح تكون جاهزة له الفريق لتشكله صعوبات إذا بدنا ننتقل على المنتخبات الأخرى لحد اللحظة المنتخب الإيطالي فعلا كان منتخب صادم بأداء ومتواضع وتحديدا شفنا خلال مباراة إسبانيا كيف كان فيه فرق كبير شي سعب بين المنتخبين دايما إيطاليا تدخل الدوريات بمباراياتها تلقى صعوبات بس إيطاليا دايما بتكون مع الفرقة المرشحة لأخذ الدورة راح نشوف إيطاليا في المبارايات الغادمة تلعب بسرامة في دور المجموعات تلقى صعوبات بس دايما إيطاليا في الدورات المتقدمة يعني بتصيبها في النهايات نسب نهائي أو نهائي وألمانيا هم ما يفكروا مثل نحن يعني هم دايما بيحبوا يفوزوا ويحبوا يحتلوا مراكز الأولى عشان يتجنبوا الفرق الأقوى في الأدوار المقبلة عشان هيك في أوروبا يعني ما في مشكلة نتكر في مبارايات القادمة ويتفكر يعني هم يحبوا يفوزوا بس نعم المنتخب الإنجليزي أنا عم بحكي عن بعض المنتخبات لأنه هي المنتخبات يمكن المرشحة للوصول أقلوا إلى النصف نهائي المنتخب الإنجليزي كتيبة من النجوم ولكن الأداء باهت وممل ليه برأيك؟ أنا برأي المدرب مدرب المنتخب الإنجليزي يعني يمكن هو عنده كتير لعيبة في الدكة مثل بالمر كان أحسن لاعب بين إنجلترا هو ما بيلعب كمان في لاعب مونشستر يونايتن لاعب صغير مينيو يعني هو ما بيعرف كيف يستعمل لعيبه عشان هيك إنجلترا دايما عندها نجوم عندها لعبين قادرين يصنعوا الفارق بس فيه يمكن المتدرب وطريقة لعبه بنشوف إنجلترا مش قادرة يعني بيتقدم مستوات كبيرة صحيح بما إنه كنا عم نحكي قبل عن إيطاليا ما بدنا ننسى إسبانيا منتخب بضم تقريباً 80% أو 75% تشكيلة شابة تشكيلة جديدة لهيك بطولات وبالإضافة مطعمين لأصحاب الخبرة مثل كارفاخال يعني اليوم منتخب الإسباني هل قادر هذا المنتخب نفس ويكون طويل لا يتأهل ويوصل للنهائة؟ أكيد إحنا متعودين دايماً إسبانيا بتروح للدورة المتقدمة إسبانيا يعني معروف في منتخبات يعني معروفة بتكون دايماً في السمي فينال أو الفينال بس خلي بالك أني في المنتخبات مثل إسبانيا إيطاليا دايماً يوجدوا صعوبات ودايماً فيه يعني فيه مفاجأات يعني أنا أحساب رأي يمكن فيه مفاجأات في كأس أمم أوروبا إن شاء الله رونالدو ولا ميسي؟ رونالدو بما أنه رونالدو خلينا ننتقل للبرتغال منتخب البرتغالي أيضاً مستوى بأول مبارتين كان يمكن مباراة أمان تركيا أفضل من المباراة الأولى ولكن برأيك هل منتخب البرتغالي قادر يكون أحد المرشحين للوصول للنهائة؟ قادر طبعاً منتخب البرتغالي يعني يملك لعبين يلعبوا في المستوى العالي أكيد راي يكون قادر ينافس على البطولة يعني عندهم رونالدو يعني وبيبي يعني عندهم لعبين خبرة أنا بتمنى أنا كمشجع برتغالي أنا بتمنى يتكون الدورة لبرتغال إذا بدنا نحكي بشكل سريع أربع منتخبات بترشحهم يوصلوا إلى المربعة الذهبة مين هنا؟ المنتخبات اللي منشحهم أنا أول شي يعني ألمانيا البرتغال إسبانيا وإيطاليا في سؤال دايما أنا بحب أسأل ولا ضيوف تحديداً بيورو 2024 وأنت كلاعب الأهداف المبكرة اللي عم بتكون وتحديداً خلال أول عشرين دقيقة اليوم أدي هيدا الهدف بأثر سلباً على الفريق اللي عم يتلقى الهدف؟ يعني تركيز اللاعبين يعني الخصم أو أنت يعني لو تسجل هدف السبع رح تكون يعني المعنويات الفريق الخصم رح تكون تحت وأنت تكون في المستوى يعني اللي أنت عاوزه بس في هالمرة شبنا أهداف كتير في الدقائق الأولى يعني دليل على أن هناك يعني عمل عمل من كل المنتخبات يعملوا يعني تحسين المستوى عشان هيك بتشوف أهداف كتير وهذه أوروبا يعني مستوى عالي وبتشوف يعني الناس يعني بتتعلم بعدين تلعب كرة فأنت كيف؟ شكل سريع بدي بس منك المنتخبين الأقرب للوصول لكوبا أمريكا يعني هيئ كوبا أمريكا بتوقع ممكن برازيل أرجنتين بالنهائة؟ لا برازيل ما بتوقع برازيل يمكن في يعني في أمريكا في فرق يعني يمكن أوروكواي يعني يمكن أوروكواي أرجنتين يعني كابتن هشام خلفالة أهلا وسهلا فيك بالنعار لعب المنتخب الجزائري السابق والشباب الوزداد أيضا السابق أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا إلى الفقرات التابية منتخب إنجلترا أحد المرشحين الأبرز لأحراز لقاب يورو 2024 بضم كتيب من النجوم على رأسهم جود بيلنجهام في الفودن هاريكاين وغيرهم لكن يبدو أن المدير الفني للمنتخب جاريث سوثجيت ما قادر يتعامل مع هذه المجموعة الكبيرة من النجوم توف فايف لليوم بيتعلق بنصايح لمدارب منتخب إنجلترا بعد فشل الأسود الثلاثة بحسم تأهلهم المبكر إلى دور الستعاش وتعرضهم لانتقادات بعد ظهورهم الباهت والممل صحيفة ميرور البريطانية عددت أربع تغييرات يجب على المدرب الإنجليزي الالتفات لإله خلال المواجهات المقبلة لتغيير الصورة الباهتة للمنتخب وأنا بعطيكم الخامسة من عنده أولا على الرغم من اعتماد سوثجيت على أليكسندر أرنولد بخط الوسط بجانب ديكن الرايس من أجل بناء اللعب والسيطرة أكثر على الكرة إلا أنه هيدا الأمر ما حدث خلال أول مواجهتين للمنتخب ولا يمكن إلقاء اللوم على قرار المدرب بتجربة شيء مختلف لكن هناك بعض اللعبين بخط الوسط يمكن الاستفادة منهم أكثر ثانيا فيشل نجم منشستر سيتي في الفودن بالظهور بالمستوى المنتظر منه بذل قرار المدير الفني بتغيير مركزه إلى الجناح الأيسر بدلا من اللعب كمهاجم وهمة لذلك على جارة وضع اللعب بالمكان الصح ثالثا ما أخذ نجمة شلسي كول بالمر أي دقيقة لعب خلال أول مبارتين للمنتخب الإنجليزي وهو الأمر اللي بيوضع بعض علامات الاستفام على طريقة اختيار ساوث جايت لللاعبين بالتشكيلة رغم التقلق الكبير مع فريقه خلال الموسم الأخير رابعا ظهر نجم باير الميونيخ الألماني هاريكين بمستوى ضعيف للغاية خلال أول مبارتين للمنتخب على الرغم من تشجيل هدف بلاده الوحيد بمرمى الدنمارك ولكن قام المدرب باستبداله بإشارة واضحة للإرهاق اللي عم بعانيه خامسا على المدرب أنه يكون أكتر جرأ بالهجوم والضغط أكتر على مرمى المنافس وإرهاقه بالفرص والتزديدات خصوصا أنه بضم مجموعة كبيرة من الأسماء اللي بتتميز بالمهارات والتمريرات الحاسمة وحتى التزديدات البعيدة 8 مباريات حاسمة بيومين فقط خلال يورو 2024 شو رأيكم نتوقع نتائج أبرزون والبداية من المواجهة القوية ضمن المجموعة الرابعة بين فرنسا وبولندا يوم الثلاثة 25 يونيو فرنسا صاحبة المركز الثاني مع أربع نقاط تلتق مع بولندا أخيرة من دون أي نقطة عادة بهج مباريات من الصعب توقع النتيجة ولكن بتبقى الأفضلية لبطل العالم 2018 بانتصار بفارق هدف وحيد بالمجموعة ذاتا هولندا صاحبة الصدارة بأربع نقاط بتواجه النمسا الثالثة بتلت نقاط المنتخبين قدموا كرة قدم جيدة بأول جولتين وبالتالي بظن أن المباراة أقرب للتعادل بحال ظهرت النمسا بالمستوى المطلوب طبعا المبارتين بيصيروا بوقت واحد الساعة 8 مساء بتوقيت أبوظبي إلى المجموعة الثالثة إنجلترا المتصدرة بأربع نقاط بتواجه سلوفينيا صاحبة النقطتين وصيف أوروبا بحاجة للفوز أولا وتقديم أيضا أداء مقنع للجماهير وعلى الأرجح والأقرب للخروج بالنقاط الثلاثة بالمجموعة ذاتا الدنمارك وسوربيا مواجهة ما بتقبل القصمة على اثنين كلمنتخب بحاجة للانتصار بحال أراد مواصلة المشوار المبارتين الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي إلى يوم الأربعات 26 يونيو سلوفاكيا بتلعب مع رومانيا بمواجهة ما بتخلى من أهمية للمنتخبين بينما بتلعب بلجيكا مع أوكرانيا بقمة مرتقبة علما أن المبارتين المجموعة الخامسة بيقاموا الساعة 8 مساء بتوقيت أبوظبي أما المجموعة السادسة الأخيرة بتلعب تشيكيا مع تركيا وجورجيا مع البرتغال الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي طبعا كل منتخب بحاجة للفوز خلال الجولة الحاسمة من أوروبا إلى أمريكا الاختبار الثاني لحامل اللقب منتخب الأرجنتين بيكون أمام تشيلي بمواجهة من العيار التقيل الساعة 5 فجر الأربعة 26 يونيو ضمن المجموعة الأولى الأرجنتين بيحاجة للفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني بينما تشيلي بتطمح لتحقيق انتصار الأول أما يوم الجمعة 28 يونيو بتخوت بنما مواجهة صعبة أمام الولايات المتحدة الساعة 2 الفجر أما أوروغوي فبتلعب مع بوليفيا ساعة 5 الفجر باي باي أوروبا وأمريكا